طبعاً يا شباب أول من يستفيد من الإحسان المحسن نفسه والله إن اللذة والراحة والسعادة التي تجدها في نفسك والبركة في مالك والصلاح في أولادك والمحبة في قلوب الخلق التي يجعلها الله تعالى لك مكافأة على إحسانك هذه أعظم بكثير من ريال أو ريالين أو شوية طعام تصدقت به ترى رب العالمين كريم يعني كلما أحسنت أحسن الله إليك هالجزاء الإحساني إلا الإحسان وأحياناً يكافئك الله وأنت لا تعلم حياناً يكافئك الله وأنت لا تعلم يعني أحياناً أنت خليت نسيت جوالك في سيارتك ونزلت تصلي طلعت إلا سيارتين مكسورات ومسروق الجوال إلا سيارتك سبحان الله ما حركت نقول الله جل وعلا كافأك وأنت لا تعلم ربما أن الله كف عنك الشر بالريال اللي قبل لا تدخل المسجد تصدقت به على ضعيف فكف الله تعالى عنك الشر ولذلك الله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسنى وزياء